ولقي 18 شخصاً مسرعهم في تحطم طائرتنا اليوم في كاتمندو بالبلاد وذكر الجيش النيبالي أن طائرة تحطمت حوالي الساعة 11 صباحاً بيتوقيت المحل مضيفاً أن فريق الاستجابة السريعة تابع للجيش سعد في جهود الإنقاذ وضف مصدر من الشرطة أنه تم انتشال جميع الجثث فيما نقل الناجا الوحيد وهو قائد الطائرة إلى مستشفى كوليات كاتمندو طبية لتلقي العلاجات الضرورية